إلى ملفنا الأخير حول الشأن البرازيلي حيث يسود هدوء حذر العاصمة برازيليا بعد ساعات من اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني السابق خيئ جاير بولسونارو لمقر البرلمان والمحكمة العليا ومحاصرة قصر الرئاسة الشرطة البرازيلية استعادت السيطرة على المباني الحكومية في العاصمة مساء أمس بعد ساعات من الاشتباكات الرئيس الجديد لويز سيانو لولا سيلفا تعهد بالعثور على الجنات ومعاقبتهم فيما أعلن وزير العدل عن اعتقال نحو 200 شخص في العاصمة البرازيلية وأصدر قاضي المحكمة العليا في العاصمة قرارا بوقف حاكم العاصمة عن عمله لثلاثة أشهر بسبب الإخفاقات الأمنية معي لي مناقشة هذه التطورات أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية دكتور ناصر خلوون أهلا بك دكتور ناصر أعرف أنك متابع للشأن البرازيلي وحسب علمي ممكن عشت في البرازيل فترة في البرازيل والدي كان في البرازيل وجزء كبير من عائلتي الآن موجود أقريبا تمام يعني ما زلت على اتصال ما الذي جرى في البرازيل بتحليلك يعني غير هذه الصورة التي شاهدنا للاقتحامات ما الذي جرى وأدى إلى هذا المشهد الذي شاهدناه أمس وأول أمس نحن رأينا في الصور ما يقوله الموب بالإنجليزي يعني جماهير غاضبة بقي لها ثلاثة أشهر منذ ثلاثة أشهر متجمعة حوالي المباني الحكومية لكن في المدنة البرازيلية كافة وخصوصا أمام القيادة العامة القوات المسلحة مكونات الانقلاب موجودة الانقسام في المجتمع البرازيلي موجود وبالتالي ما حصل هو فرش الطريق لقيام ألوية عسكرية باعتقال الرئيس لولا دي سيلفا هذا كلام خطير لهذا يعني هل هناك حيثيات ومعلومات تشير بأن هناك وهل نعتقد أن الفين أو عشرة ألاف شخص في برازيليا صح أنهم قاموا بالتخريب كما حصل في واشنطن لكن كذلك في واشنطن منذ عامين الرئيس ترامب خطب بهم بهذا الجمهور قبل أن يعني لم يقل لهم اقتحموا لم يكن هناك تواطئ من قادة عسكريين صحيح لكن حتى في واشنطن كان هناك لنقول تعقاس أو تباطئ في برازيليا نفس الشيء تكتيف الأيدي ربما لحصول شيء وبالتالي ليس من مصلحة الرئيس دي سيلفا هو اتهم الشرطة لكنه لم يتهم قداية الجيش وأمور أخرى وبالتالي الانقلاب لم ينجح هذا رأيي وبالتالي ما فسر السكوت في عوامل بنيوية داخلية لأن الجيش رعاه بولسنارو وكذلك هناك كما قلت انقسام في البرازيل بنيوي أفقي وعمودي هل هذا الانقسام وصل للجيش يعني هل أيضا هنا قيادات مع الجيش ما زالت تدين بالولاء لبولسنارو حكام برازيليا وغيرها من الولايات بالطبع يدينين له هو قام بكل مكونات لنقل الخطاب للأجهزة الأمنية في الماضي وبالتالي هو من صلبها هو ضابط سابق وبالتالي قام بما عليه لكنه قام بحركة مسرحية الذهاب إلى فلوريدا وغيرها أنا هذا لا يهمني ما يهمني أن دا سيلفا يعني الرئيس هو يقوم بحركات زكية الآن لعدم تقليب الجيش يعني ترك الشرطة تقوم بما هو عليه استخدام المحكمة العليا يعني الأزرع الاشتراعية والكونغرس كذلك استفادة من ما كسبه في الانتخابات الماضية ولكن هل تتحمل البرازيل يعني هذه الدولة الكبرى في أمريكا اللاتينية أكبر دولة مساحة أن تحكم بنظام انقلادي لها تاريخ عسكري يجب أن أعترف بهذا الأمر حتى 30 سنة ماضية نعم كان العسكر وهناك تأييد لحكم العسكر تاريخي فيها مع أن البرازيل يعني بقي لها نحو 200 سنة كدولة مستقلة بعد الاستقلال عن البرتغال وبالتالي عندها تاريخ لنقول مختلط نقل العاصمة عام 1960 من ريو دي جينيرو إلى برازيليا بمعنى تحكم الحكومة في العاصمة الجديدة وعدم تركها تحت وطأت الريو والمدينة الكبرى والعاصمة المالية سو باولو لكن ما يحصل الآن أستاذ جمال أن الانقسام قد جرى ترجمته من قبل النخبة الحاكمة ولا أقول ما هي قاعدة بولسونيرو بالطبع عنده قاعدة عسكرية لكن قاعدة اجتماعية كانت 20% عندما جاء يعني الكور سابورت التأييد الأساسي لكن مفاجأة كبرى أن نتيجة الانتخابات التي حصلت فازة دا سيلفا بفارق ضئيل وبالتالي يعني أن في البرازيل وأنا عندما زرته لفترة طويلة الانقسام هو فجوة بين الأغنية والفقراء دا سيلفا حاول ردم الهوة بولسونيرو قام بتقديم الاقتصاد يعني أكثر من النحية الرقمية البرازيل عندها 220 مليون نسمة عندها متوسط دخل الفارج من 1200 دولار يعني دولة متوسطة من ناحية الأمر معدل ثقافة عالي لكن عندها أمور بنيوية أن دخل الفارج لا يوسع بالتوسعوي ولكن الاستقرار ألا يساهم بتحسين الوضع الاقتصادي بالطبع وهذا ما برأي مقامر عليه بولسونيرو للقول يعني أنا حسنت الاقتصاد بعدما سرقه يعني الرئيس السابق أو الحالي دا سيلفا أمضت 18 شهر في السجن ثم الرئيسة يعني التي خلفته وبالتالي ما حصل الآن أن البرازيل في لنقول منحنة تاريخي أو محور تاريخي الآن وزير الخارجية الياباني هياشي موجود بهذا الوقت أمس كان في لقاءات في ساو باولو وللمفارقة أستاذ جمال أن صحيح أن الصين هي شركة رقم واحد تجاريا 78 بليون دولار سواء تصدير أو استيراد الولايات المتحدة رقم 42 بليون لكن اليابان هي 6 أو 7 رقم 6 في الحجم التجاري وعنده 2 مليون برازيلي من أصل ياباني إذن هناك شركات تقوم ليس لفصلها عن البريكس لكن القول أن مستقبل برازيل هو بتحريك الاقتصاد لإعطاء سمرات اقتصادية عكسر ولكن هذا الذي جرى ألا يبعث برسالة خطيرة لكل الديمقراطيات حول العالم بأن الديمقراطية في خطر ومن اليمين واليمين المتطرف صحيح ما حصل في واشنطن ثم محاولة اغتيال في رئيسة الأرجنتين محاولة انقلاب مؤخرا في الإكوادور وما جرى أمس في البلد وحصل بوليفيا كذلك منذ عامين ثم هناك الصراع لنقول يمين يسار لكن هو باختصار هو ما أقول الرأس مالي الأساسي الذي يريد الكسب بمعنى البرازيل الصراع الآن عندي زميلة يعني أدريانا إرسال عبد النور هي بلوبي تجاري هي قامت بترتيب استقبال للودر سيلفا بـ 17 نوفمبر في مؤتمر شارع من الشيخ للبيئة يعني قبل أن يستلم السلطة وبالتالي هناك احتفاء برازيلي من طرف الفقراء أنصار البيئة الذين يجدون صدق في البرلمان الأوروبي وفي دوار أخرى عالمية بمعنى أن كما تقطع شجرة في الأمازون يجب أن تزرع شجرة محلها بمعنى اللوب الصناعي الذي يريد أن يستثمر فول الصوية يبيعه في السوق العالمي لأسعار عالية والزرع وكذلك المعاضن الزهب وغيره لا يلتفت بالا للأمور بمعنى البيئية وبالتالي الصراع هو بيئي لنقول صناعي وبنفس الوقت عسكري شعبي رئيس مالي لنقول شعبوي كيف يستطيع داسيلفا إدارة كل هذه التعقيدات وتقدم بالاقتصاد البرازيلي نحو الأمام أنا أقول هو استلم السلطة وكان له يعني تأييد كبير وقام بإعطاء ميزات بمعنى يعني أنا أقربائي عندهم متاجر والمتاجر ترى أن يعني العامل لبرازيلي يتقاطى راتب متدني جدا مقارنة بأمور أخرى داسيلفا قام بإصلاحات معينة بإعطاء بعض الحقوق ثم روسيف قامت ولم تنجح كثيرا لكن ما يبقى أن البزنس يعني الأساسي في البرازيل ما هو شركات الإعلام العام مثل يعني أي منطقة عربية أو غيرها هي مسيطرة اتنين بيترو براس شركة النفط والغاز لها وقع كبير في يعني بمعنى التشغيل الرأسمالي يريد الربح لحمرة الأسهم ولكن من خلال داسيلفا ألا يمكن المواءمة لأنك قلت في لقاء سابق أن حكومة داسيلفا الآن يحاول أن يسترضي فيها اليمين ولا يفتح معركة معه تؤدي إلى خسارة الاقتصاد صحيح لكن الفقراء لا ينتظرون أنا يعني أغلب أقربائي في الريو دي جينيرو وأنا كنت في الريو دي جينيرو أغلب يعني الفافيلاز يقال له ضواحي التنك أو غيرها للفقراء هي موجودة في كل المدن حواش المدن لكن الأهمية والأشرس في الريو دي جينيرو لكن الحي الفقير أو المعدم موجود بجانب الحي الغني وبالتالي البطالة ليست كبيرة في البرازيل ما ينقصه هو إصلاحات اجتماعية ولذلك يعني ما فشل فيه أو لا أقول لم يستطع أن يقوم بأمور بنيوية كبرى الرئيس لولا داسيلفا ربما له فرصة الآن إذا سمح له بالبقاء ولم يتعرض للاغتيال السياسي وربما الجسدي لا سمح الله كلام داسيلفا كان حازما في معاقبة المتسببين بمثل هذه الاضطرابات هل تتوقع أن يصل الأمر لمحاكمة بولسينارو نفسه إذا ما ثبت بأنه لا علاقة بهذه الاغتحامات مهما قيل قانونيا أنا لا أتوقع أن يحصل لأن هذا سيصير نقمة الأجهزة الأمنية والجيش والنقمة الاجتماعية أستاذ جمال يعني الآن نحن اليوم يوم الاثنين هناك دعوة للستة يعني بعد ساعتين لقيام مظاهرات مؤيدة لسلفا بمعنى يعني قاعدة التأييد يجب أن تستنهض وبالتالي نحن ما زلنا في خضم المعركة الشعبية أقول في الشوارع للرد على ما حصل أمس لأن المظاهرات أو المسيرات أو لنقل محاصرة المباني العامة تحصل في كل مدن لبرازيل وبالتالي الرد الآن بمعنى السلاح الشعبي حتى يوسع قاعدته وربما مع كل تصريحات القادة العالميين من الصين إلى أمريكا إلى بريطانيا الاتحاد الأوروبي وغيره يعني كلها تنفع لكن نحن نعلم في الاغتيال السياسي لا ينفع هذا الكلام وبالتالي الصراع بنيوي وجواب مباشر على ما تقول نعم سيحافظ على الملاحقة القانونية لكن لا أتوقع أن يقوم بالإجهاز على يعني معسكر بولسونيرو في حال يعني بقيت الأمور بدون ضحايا كثيرة شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية دكتور ناصر قلون بهذا نصل عزي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم أترككم في أمان الله